اشتركوا في القناة الى فعالهم في التاريخ الخفية وآثارهم في البشر العصية والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي يجدونه عندهم مكتوبة ووعدا لهم موعودة وبعد عودت من يرسلون رسائل واستفسارات أن أجيب عليها وكنت أفعل ذلك فيما يتيسر من أوقات الفراغ ولكن في الآوينة الأخيرة زاد عدد الرسائل زيادة كبيرة وبرزت ظاهرة قوائم الأسئلة التي يرسل فيها صاحبها قائمة من الأسئلة تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أسئلة أو أكثر ولكثرة الأسئلة وتنوعها صرت أجيب على كل سؤال بما يناسب أهميته وما يثيره من قضايا وما يحتاجه الرد عليه من معلومات فبعض الأسئلة أجيب عليها ردودا قصيرة في بعض عبارات وبعضها أجيب عليه بفقرات وبعضها بمقالات أو دراسات ومن بين عشرات الرسائل ومئاتها قد تحوي إحداها سؤالا يثير قضية كبيرة أو مسألة يستحق الرد عليها أن تدرس بعناية وحينئذ أؤخر الرد عليها إلى أن أنتهي من غيرها من الأسئلة ويكون في مقدوري أن أفرغ لها وقتي وذهني فإذا أتت اللحظة الحاسمة هجرت الرسائل وأغلقت الأبواب التي تأتي منها وتركت العالم وأبحرت في المسألة أستكشف بحارها المجهولة وأرتاد جزرها غير المأهولة في شهر أكتوبر سنة 2016 وصلتني رسالة موقعة باسم رمزي وهذا نصها السلام عليكم هناك أمر أريد أن أعرفه حول الحركات السرية التي كانت في ألمانيا النازية كاثول وفريل وعلاقتها باليهود وكذلك حول تطويرها لمركبات يو اف او التي يقول البعض إن العلماء الألمان أخذوا إلى أمريكا ويعملون على إخفاء هذه التكنولوجيا من أجل إظهارها في الوقت المناسب آسفا على الإطالة وبارك الله فيك يا دكتور وحين شرعت في الرد على الرسالة كنت أنوي كتابة دراسة عن المسألتين التي فيها وهما صلة النازية وقادتها بالحركات السرية وعلاقتها بالأطباق الطائرة لكن بعد أن أوغلت في الكتابة كان لابد من توسيع موضوعات الدراسة وإزالة حواجز الوقت والمساحة من أمامهما لأسباب عديدة أولها أن حصر المسألة في علاقة النازية بالحركات السرية زاوية ضيقة في رؤية النازية ولا يمكن من خلالها فهم دور الحركات السرية في نشأة النازية وتفسير غرضها من ذلك تفسيرا صحيحا وعلاقة الحركات السرية بالنازية لا يمكن فهمها ولا تفسيرها إلا داخل صلة النازية باليهود وبمعرفة موقعها من المصاري اليهودي للعالم ودورها في دفعه نحو غاية اليهود ومن غير ذلك ينحرف الكلام عن هذه العلاقة إلى باب أفلام الإثارة والأكشن ويقع في أسر نظرية المؤامرة والتفسير التأمري وهو ما يريده اليهود أنفسهم ويعملون على بثه وإشاعته وتطخيمه ليكون ما يثيره من غبار الإثارة وضوضاء المؤامرات والمعارك حول نفيها وإثباتها حجبا لمواقعهم الفعلية وتمصا لآثارهم الحقيقية وعلاقة النازية باليهود واسعة معقدة ومتعددة الجوانب والوجوه فمنها علاقة النازية باليهود والماسون في العالم الرأسمالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها علاقة النازية بالحركة الصهيونية وعلاقتها بيهود الحركات السرية أو علاقتهم بنشأتها وصناعتها ثم يهود النازية نفسها وعلى رأسهم هدلر وجلها كما ترى أبواب مجهولة لم يفطن إليها أو يطرقها أحد في الشرق ومن طرقوا شيئا منها في الغرب أميون يفتقدون الوحي وهو الضوء الكاشف للمسألة اليهودية ولا يمكن فهمها وتفسير ما يكتنفها من غرائب وما تمتلئ به من متناقضات إلا به ومن خلال ما يرويه من سيرة إسرائيل وما يكشفه في ثنايا روايته عنهم وفي النماذج التي يريدها من هذه السيرة من تكوينهم النفسي والذهني وخصائص تدبيرهم وطبيعة العلاقة بينهم وما فيها من فرائد غير مألوفة ولأن علاقة النازية باليهود متعددة الجوانب وغلافها الذي يبدو بسيطا وينحصر في العداء بين النازية واليهود يختلف اختلافا بينا عما يحفل به باطنها من تعقيد وخفايا وغرائب فهذه العلاقة هي نفسها تدخل في عالم السر والخفاء ومن الأسباب التي دعتنا إلى توسيع المسألة وتناول العلاقة بين النازية واليهود بصورة شاملة ومن مختلف جوانبها أن هذه العلاقة بغرائبها ومخالفة حقيقتها لغلافها وكيف تمكن اليهود من خلالها من دفع مصار التاريخ نحو وجهتهم والاقتراب من غايتهم هي في حقيقتها نمط من أنماط اليهود المتكررة في صناعة الأحداث عبر التاريخ وليست سوى نموذج لعلاقات أخرى من هذا التراز وبعضها كان مسرحه بلالي سستان فالسيناريو الألماني يبدأ في مشاهده الأولى بصناعة العقيدة الآرية النازية أو الاشتراكية القومية الألمانية في معامل الحركات السرية وزعزعة العقيدة الإلهية بها وامتصاص النابهين وذوي الطاقة والطموح وضخ هذه العقيدة في أذهانهم ونفوزهم وتكوينهم بها ويتلوه في المشاهد التالية إطلاقهم ليتولى فريق آخر من اليهود تمويلهم والصعود بهم إلى السلطة وتمكينهم منها ليملأ المجتمع بالشعارات عن أصولهم القومية ويعيد في ثانيا ذلك إحياء عقائد أجدادهم الذين بادوا وعاداتهم وأعيادهم الوثنية وينقض بهذه وتلك أصول المجتمع ويطيح بثوابته ويهتك نسيجه ويزور تاريخه ويركبوا عوامه ويوظفون في ذلك صنائعهم في الإعلام والتعليم والفسقة والمرتزقة من الأدباتية والمغنواتية والمشخصاتية ثم لكي يصنعوا لأنفسهم مجداً ويحشدوا كتل العوام العمياء خلفهم يخوضون معارك كلامية ويشنون حروباً غربية وشرقية حتى إذا جاء المشهد الأخير من السيناريو دفعهم اليهود دفعاً للاصطدام بهم لينتهي الفيلم بإقامة دولة اليهود ولكي تعرف حقيقة ما حدث في بلاليستان في القرن الأشرين ليس عليك سوى أن تترجم فيلم الاشتراكية القومية الألمانية إلى العربية والكتاب الذي بين يديك يحمل في ثانياه نموذجاً يهودياً آخر يسير مع تاريخ ويتخلخل أنسجة الأمم والشعوب ويخلخلها وهم اليهود الأخفياء فالنازية في جوهرها كما سترى هي إحدى قصص اليهود الأخفياء واليهود الأخفياء ظاهرة ينفرد بها اليهود دون أمم الأرض ومللها كلها وهم اليهود الذين يدينون ظاهراً بديانات البلاد التي يعيشون فيها ويمارسون شعائرها ويحملون أسماء أهلها ويعيشون بينهم على أنهم منهم ولكنهم يخالفونهم في بطنهم ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم من نسل بني إسرائيل ويتزاوجون فيما بينهم ويتورثون أنسابهم سراً وإخفاء أسر اليهود الأخفياء لهوياتها يكون ميراثاً عاريقاً فيها وجزءاً من تكوينها وطباعها وعاداتها ولأن إخفاءهم لهوياتهم اليهودية وتغلفهم بهويات أخرى مسيحية في مجتمعات المسيحيين ومسلمة في مجتمعات المسلمين يمكنهم من فعل ما لا يقدر اليهود الصرحاء على فعله والفيصل في هوية هؤلاء اليهود الأخفياء ليس ما يحملونه من أسماء مسلمة أو مسيحية ولا أنهم يصلون في المساجد أو في الكنائز ولا أنهم يدفنون حين يموتون في مقابر المسلمين أو المسيحيين مما هو معتاد من موازين في نسبة الأشخاص والجماعات إلى هذه الديانة أو تلك بل الفيصل في هويتهم وغاياتهم وتحديد صلتهم بالمجتمع الذي يوجدون فيه هو اعتقادهم أنهم من نسل بني إسرائيل وأن دماءهم المقدسة تسري في عروقهم ثم سعيهم لتوجيه المجتمع الذي هم فيه في الاتجاه الذي يقربه من غاية بني إسرائيل ويفضي إلى إعادة الهيكل وسعي هؤلاء اليهود الأخفياء نحو توجيه المجتمعات في تجاه غاية بني إسرائيل يكون سلبا وليس بالإيجاب فهم لا يرفعون شعارات اليهود ولا يدعون إلى غايتهم ولا ينتسبون إليهم بل على نقيض ذلك يرفعون أعلام البلاد التي حلوا فيها ويموهون أنفسهم في شعوبها ويسعون إلى تصدرها وهم يزعمون أنهم أولى من يمثلها ويزعقون بأنهم قادتها وأنهم يريدون نهضتها والدفاع عن مصالحها ويصمون من يخالفهم أو يعرقل ما يفعلونه بخيانة البلاد أو الخروج على المجتمع أو العداوة للشعب وسيلتهم في ذلك كله امتطاء عوام كل أمة بالشعارات الرنانة والكلمات الجوفاء البراقة ومن خلف هذه الشعارات وفي ثنايا هذه الرايات يسعون إلى التوغل في نسيج المجتمعات والسرايان في شرائينها وأعصابها والصعود إلى رأسها من أجل توطيئتها لبني إسرائيل وغاياتهم عبر زعزعة عقائدها وتحريف نصوصها وحل أخلاقها والتذويب معاييرها وموازينها وإزاحة الديانات التي يموهون أنفسهم بممارسة شعائرها من اجتماعها وكل منهم في غاياته وساليبه وتغريره بمن يلسفون حوله صورة طبق الأصل من الآخر على اختلاف المكان وتنائي الزمان وما نأتيك به من قصص وسرد لتواريخ الأشخاص أو الجماعات في زمان أو مكان أو شعب من الشعوب في كتابنا هذا وفي كتبنا كلها ليس حكايات لتسلية ولا لكي تكون معلومات نستعرضها ونعرضها عليك بل لكي تدرك من السيرة جوهرها وتعي النموذج الذي تحمله وتنتبه إلى التكوين الذهني والنفسي لهؤلاء الأشخاص وهذه الجماعات ونمط سلوكهم وخصائص تدبيرهم ثم بعد ذلك نطمع فيك أن تصل إلى مرتبة أعلى وهي أن تدرك من هذه السيرة ومن هذا التكوين أمثالها ونضائرها في مختلف الأمم والشعوب وأن تعرف أصحاب هذه السيرة وهذا التكوين وتختشفهم وحدك وتفطن إلى أنهم جميعا طائفة واحدة وإن بعدت بينهم الأزمان أو تفرقت بينهم البلدان فإذا وصلت إلى هذه المرتبة فمرة أخرى ستدرك وأنت تطالع سيرة يهود النازية الأخفياء أنها طبعة ألمانية من طبعات أخرى عديدة وأن بلاليسستان ليست سوى إحدى هذه الطبعات فالذي ستستمع إليه عن سيرة اليهود في ألمانيا وسيطرتهم على بنوكها واقتصادها ومصانعها وعلى إعلامها وتعليمها وعن نشرهم للحركات السرية فيها لتكون النازية عقيدة وقادة ودولة ناتج تفاعل المزيج الذي صنعوه ما سوف تستمع إليه ليس إلا نسخة من جحافل اليهود صرحاء وأخفياء التي زحفت على مصر منذ أواصط القرن التاسع عشر فغسلوا عقلها ومسخوا روحها وأفسدوا موازينها وغيروا ولاياتها وعداواتها فوصلوها بالغرب الذي يستوطنون عقله وقطعوا مع العرب والإسلام علائقها عبر إقامة المحافل الماسونية والتواغل بها في أدمغة نخبها وإنشاء صحفها وإدخال صناعة السينما إليها ونشر الملاهي فيها وعلمنة تعليمها والسيطرة على اقتصادها وإرساء أصول مؤسسات دولتها ووضعها على قطبان تتحكم في حركتها واتجاهها ولولا تخريب الذهني والنفسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي خربوه في مصر ما أقيمت إسرائيل ولا تمددت بالضبط كما أن النازية في أوروبا كما سترى كانت من وسائل دفع الأحداث ومصار التاريخ في اتجاه تكوين دولة بني إسرائيل وبقيت الأسئلة التي سوف تثور في نفسك وتلحق في رأسك وأنت ترى ما في العلاقة بين هتلر والنازية وبين اليهود من غرائب ومتناقضات وهي نفسها الأسئلة التي سألها ويسألها من قرأوا كتابنا الوحي ونقيضه أوراء ما قلناه في مرئياتنا عن الرابطة بين بعض زعماء بيلاليستان الخالدين واليهود وموقعهم من المصار اليهودي لها وتوظيفهم في دفعه إلى غايته فربما تتساءل في عجب وأنت تتحسس طريقك في مغامرات النازية واليهود والحركات السرية وكهوفها كيف يكون هتلر يهوديا وقد بنى مجده على الصراخ في المايكروفونات بكراهية اليهود وأقام دولته على الدعوة لفصلهم عن الشعب الألماني وتطهير أرض الآريين منهم وكيف يكون يهوديا واليهود يلعنونه ويصفونه بأنه ألد أعدائهم ويبكون وينوحون في كل ما يملكونه أو يسيطرون عليه من وسائل إعلام وتعليم وجمعيات أنه قتلهم وأبادهم وإذا كان زعماء النازية يهودا أو كونتهم معامل اليهود في الحركات السرية فلماذا هجروا اليهود وأقاموا المعسكرات لاعتقالهم وتسخيرهم وإذا كانوا يهودا فلماذا أدانتهم المحاكم التي تسيطر اليهود على كواليسها وسجنت وأعدمت من وقع تحت أيديها منهم والإجابة على أسئلتك وما ثار في نفسك فيما أخبرناك به من قبل من أن ما نأتيك به من نماذج وسير غايته بيان جوهر النموذج وكشف ما تحويه السيرة من سمات البناء الذهني وأنماط السلوك وخصائص التدبير وهو ليس منهجنا في الحقيقة بل هو منهج القرآن في قصصه وما يرده من أخبار الأمم السابقة عموما وما يرده عن بني إسرائيل خصوصا ومنه أخذناه فليس المقصود فقط سرد تفاصيل القصة أو حكاية وقائعها كما هو شأن الفهم التقليدي بل وأيضا بيان جوهرها ومعناه ونموذج السلوك الذي فيها وأن تكون هذه التفاصيل والوقائع وسيلة يكشف من خلالها تكوين بني إسرائيل الذهني والنفسي وكيف تعمل عقولهم وخصائص تدبيرهم وهي طريقة العمل والخصائص التي يتوارثونها في كل أجيالهم وتسري في كل ما يدبرونه وما يضعون أيديهم فيه من أحداث وحوادث في طول التاريخ وعرض الدنيا فإذا رأيتها في واقعه علمت أنهم من خلفها رأيت أشخاصهم أو لم ترهم والإجابة على أسئلتك وقصة النازية ويهودها الأخفياء وتفسير علاقتها باليهود وما في هذه العلاقة من غرائب ومتناقضات تجده في سورة يوسف وقصته مع إخوته وهم جذر بني إسرائيل الذي نبتت منه شجرتهم وتفرعت كل فروعهم وتسري فيها سماتهم وخصائصهم تبدأ قصة يوسف مع إخوته في القرآن بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وسورة يوسف وحيدة الموضوع فهي كلها ومن بدايتها إلى خاتمتها في نشأة بني إسرائيل أو بذرتهم الأولى والخطوة الأولى في تكوينهم وبدء سيراتهم وتاريخهم في العالم وتاريخهم معه فتفهم من ذلك أن الله عز وجل قص ما قصه في هذه السورة لكي يزيل غفلة المؤمنين عن بني إسرائيل وأن ينبههم إلى أن من افتقد الوعي بما في ملابساتها ووقائعها من سمات بني إسرائيل فلن يفهم تكوينهم وما يفعلونه ويصنعونه بل ولن يرى أصلا في أي حدث أو يدرك أن لهم صلة به أو يعي أنهم كانوا حاضرين فيه وهو ما تفهم منه لماذا هي المسألة اليهودية عاصية على الأميين من الغرب وبلاليس الشرق وليس في طاقتهم النفاذ من ظواهرها إلى بواطنها ولا في مقدورهم تفسير ما يضع اليهود أيديهم فيه من أحداث العالم وحوادثه سوى بالصدف والظروف ولا يمكنهم إدراك الصلة ما تفعله جماعة من اليهود في مكان أو زمان بما تفعله جماعة منهم غيرها في غير ذلك من الأزمان والأماكن رغم أنه هو هو في أسلوبه وطريقته وفي ثماره وما ينتجه فكل من لا يعي وينتبه إلى خصائص تدبير البني إسرائيلي في سورة يوسف ويكون حاضرا في ذهنه ونفسه وهو يرصد الأحداث ويفسرها فهو من الأميين وعن بني إسرائيل من الغافلين ولن يفهم حقيقة ما يحدث أمامه وإن كان له من الراصدين فسورة يوسف هي مفتاح الشفرة الذهنية والنفسية والسلوكية لبني إسرائيل ونموذج لكشف سمات تكوينهم وخصائص تدبيرهم وطريقة عمل عقولهم ولبيان ما في العلاقة بينهم هم أنفسهم من غرائب وهي ضوء لتجلية ظاهرة اليهود الأخفياء في العالم ومفتاح لفهم البناء الذهني والنفسي والسلوكي الفريد الذي يعيش به هؤلاء الأخفياء فيما يحلون فيه من أمم وشعوب فيمارسون شعائرها وطقوس دياناتها وهم لا يؤمنون بها ويحملون أسماءها ويتكلمون لغاتها ويزعقون بشعارات الانتساب إليها وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا منها وأول سمات تكوين بني إسرائيل الذهني وبنائهم النفسي الذي يسري فيهم ويتوارثونه أنهم يبررون لأنفسهم كل وسيلة توصلهم إلى غايتهم وتقربهم منها فمن أجل أن يخلوا لهم وجه أبيهم كادوا لأخيهم كيدا في غيابة الجب وهم يمنون أنفسهم أنهم سيكونون من بعد ذلك قوما صالحين وعبارة الغاية تبرر الوسيلة ينسب ابتكار معناها وصياغتها للإيطالي نيكولو ميكافيلي وميكافيلي لم يفعل شيئا سوى أنه صاغ في عبارته قانون العهد القديم الذي يحكم علاقة بني إسرائيل بغيرهم من الأقوام وببعضهم بعضا وميكافيلي كان يعيش في بلاط أسرة ديميديتشي في فلورانسا وألف كتابه الأمير في كنفها وأسرة ديميديتشي من أسر اليهود الأخفياء وستجد إشارة إليها ونبذة عنها في الكتاب الذي بين يديك وثاني سمات بني إسرائيل ذهنية ونفسية أن ما يستبيحونه من وسائل للوصول إلى غايتهم أو الاختراب منها ليس له سقف ولا حدود ويدخل فيه قتل بعضهم أو نفيهم وتهجيرهم فلكي يصل بني إسرائيل إلى غايتهم وينفردوا بأبيهم دبروا لقتل يوسف ثم تفقوا على خطة تبدأ بإلقائه في غايةه بجب يعلمون أنه سيتقلب في ظلماته بين الحشرات والأفاعي ويضمأ ويجوع إلى أن يلتقطه سيارة ويرحلون به عن موطنه إلى جهة لا يعلمونها شرقية أو غربية ولم يمنعهم من ذلك ولا من التفكير في قتله أنه أخوهم وابن أبيهم ليس بينهم وبينه أحد ولا أنه صغيرهم والضعيف فيهم وللزعيم الصهيوني وأول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بنغوريون عبارة يقول فيها إنه يفضل أن يموت نصف اليهود في ألمانيا ويهاجر النصف الآخر إلى فلسطين على أن يهاجر إلى بريطانيا والولايات المتحدة ويعيش جميعهم فإذا تأملت عبارته وكنت فطنا ونفذت من ظاهرها إلى معناها العميق ستوقن أنه وريث بني إسرائيل حقا وتتيقن مما أخبرناك به من أن ما قصه عليك الإله في قصة يوسف مع إخوته من بني إسرائيل كشف لبنائهم النفسي وطريقة عمل أذهانهم في جميع أجيالهم يورثونها ويتوارثونها ولا يغير منها مرور السنين ولا تعاقب القرون ويخبرك الله عز وجل في سورة الحش أنهم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فتفهم من ذلك أن قلوبهم مختلفة ولكل جماعة منهم أهواؤها وأفكارها وغاياتها وقد تستعر بينهم العداوات وتنشب حروب ويقتل بعضهم بعضا ومع ذلك فهم فئة واحدة لها تربة ذهنية ونفسية واحدة ينبتون منها وجدر عام يتفرقون وهو يجمع بينهم وهم متصلون به وما بينهم من اختلافات وعدوات نتاج هذا الجدر الواحد وداخله وهو ما يجعلهم يظهرون لمن ليس منهم وكأنهم متفقون مؤتلفون فما بينهم هو ما يكون من ترافس وتناطح بين النظائر وأبناء النوع الواحد وما أخبرك به الإله عز وجل يفسر لك ما يصاحب نزول اليهود في أي مجتمع من تفرقه وانقسامه فهم ينقلون ما في قلوبهم وسلوكهم إلى المجتمعات التي يتغلغلون فيها ويتسربون في أنسجتها فاملؤونها بالأفكار الخلابة المتضاربة والمذاهب الجذابة المتناقضة سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية ويحشدون من الأميين حول كل فكرة فريقا وينشؤون بهم لكل مذهب حزبا إلى أن يصير المجتمع وأهله صورة منهم بأسهم بينهم شديد وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء وأما بلاليسستان منك ببعيد وثالث خصائص بني إسرائيل وما يتسم به تدبيرهم تمويه غايتهم وما يدبرونه للوصول إليها داخل سيناريو واسع من أحداث ووقائع لا علاقة لها بما يريدونه ولا بما يدبرونه فيكون هذا السيناريو الواسع بأحداثه ووقائعه متاهة تختفي داخلها غايتهم وتتوه فيه أذهان من يرصده عنهم ولا يمكنه أن يدرك سلطهم به أو يفطن إلى أنه من صنعهم حتى إذا وصلوا إلى ما يريدون وتحققت غايتهم لم يفهم من يرصدون ويسجلون سوى أنها تحققت وحدها ومن تلقاء نفسها أو أنها كانت نتيجة عارضة لما في السيناريو الواسع من أحداث ووقائع مصطنعة لا يظهر فيها بن إسرائيل ويتصدرها غيرهم من الأميين وبن إسرائيل يغلفون غايتهم بغايات المؤمنين ويموهون طريقهم وسط مساراتهم ويتمسون آثارهم فيه بآثارهم فإن لم يكن للأميين غاية صنعوهم وصنعوها لهم وإن لم يكن لهم مسارات رسموها واستوطنوا رؤوسهم لكي يدفعوهم إليها تعرف ذلك من أنه كان في إمكانهم الوصول إلى غرضهم مباشرة بقتل يوسف أو إلقائه في الجب ثم ترك أبيهم يفتقد يوسف ويبحث عن سبب غيابه وما حدث له ولكنهم بدلا من ذلك يوهمون فيه آباهم وأخاهم أنهم ذاهبون للارتعاء واللعب ليفعلوا ما يدبرون له داخل أحداثه وليبدو غياب يوسف داخل هذا السيناريو نتيجة تلقائية حدثت وحدها لم يدبروا لها ولا كان في مقدورهم منعها فلولا أن يعقوب آباهم نبي ويعلموا من خبيئة أنفسهم ما يكتمونه لن فطر قلبه أسا وبيضت عيناه من الحزن لبكائهم لا على يوسف والسيناريو اليهودي الواسع الذي ستراه في الكتاب الذي بين يديك ويبدو وكأنهم لا علاقة لهم به هو تخليق العقيدة الآرية ونقاء الدم الألماني في معامل الحركات السرية بمحاكاة العقيدة التوراتية في قداسة الدم البني إسرائيلي ثم تمويل يهود الرأسمالية وماسونها للاشتراكية القومية الألمانية أو النازية التي هي ترجمة سياسية للعقيدة الآرية وتمكنها من الوصول إلى السلطة في ألمانيا ليكون فصل اليهود عن المجتمعات الأوروبية وإلقائهم في أحضان الحركة الصهيونية واضطرارهم للهجرة نتيجة تلقائية لهذا السيناريو يدفعون بها التاريخ في تجاه غاية اليهود ودولة بني إسرائيل ورابع سمات التدبير البني إسرائيلي أن رقناً رقيناً من السيناريو الواسع الذي يرسمونه لتمويه غايتهم وتمس آثارهم تجهيز الأدلة والوثائق ووسائل الإعلام التي تلقي بتبعة ما يدبرونه ونتائج ما يفعلونه على غيرهم من الذئاب داخل هذا السيناريو فبينما هم ينفذون السيناريو الذي اتفقوا عليه لتخلص من أخيهم بطرحه في الجب ليلتقطه بعض السيارة واختفيه كانوا قد جهزوا قميصه وظهروا به أمام أبيهم وثيقة تصرخ بدمها الكاذب على براءتهم وفيما أخبرك به الإله من تهجير بني إسرائيل لأخيهم ثم زعمهم أنه قتل وتجهيزهم الوثيقة تعلن بنفسها عن قتله ما يفسر لك ما ستراه في فيلم الهولوكوست الذي تم صناعته في وسائل الإعلام وتحول فيه فصل اليهود عن المجتمعات الأوروبية وترحيلهم وتهجيرهم الذي أرادته الحركة الصهيونية واتفقت عليه مع قادة النازية إلى قتلهم وإبادتهم ففي أذهان بني إسرائيل ومن سماتهم النفسية التي يتوارثونها الدمج بين الرحيل أو الترحيل والقتل وإحلال هذا محل ذاك فمن هجروه زعموا أنه قتل ومن هجروهم صرخوا أنهم قتلوهم والوثائق في كل الأحوال جاهزة وخامس خصائص السيناريو البني إسرائيلي أن أول ما يفعلونه بعد نجاحه ووصولهم إلى غايتهم وما أرادوه منه ادعاء أنهم وحدهم ضحاياه ثم البكاء والنحيب على ما حق بهم من غيرهم فيه فبعد أن تم السيناريو الذي رسموه وتحقق ما دبروا له وتخلصوا من أخيهم كان أول ما فعلوه أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون وتنبه أن الإله يخبرك أنهم جاءوا أباهم يبكون لا أنهم يتباكون فتفهم من ذلك أن من شيم بني إسرائيل أنه بعد إتمام ما يدبرونه ووصولهم إلى ما يريدونه يستقر السيناريو الواسع الذي لفقوه في أذهانهم هم أنفسهم وتتوارى الحقيقة خلف أحداثه ويصير هو لا هي ما تراه عيونهم وتمتلئ به نفوسهم وما يهتز له وجدانهم وتهتاج مشاعرهم وتنهمر دموعهم وفيلم الهولوكوست الذي ستشاهد في آخر الكتاب ليس سوى خروجهم على العالم يبكون بعد أن نجح السيناريو الواسع ووصلوا من خلاله إلى ما أرادوه منه أما اليهود الأخفياء فهم الذين يعيشون فيما يحلون فيه من أمم بهويتين إحداهما ظاهرة في الخارج ومواجهة للمجتمع الذي هم فيه والأخرى باطنة في الداخل ولا يراها ولا يعلمها إلا من هم مثلهم وعلى صلة وثيقة بهم فالتي في الخارج تدون ظاهرا بديانة المجتمع التي هي فيه وتمارس شعائرها وتحمل اسما من أسمائها وتعلن بإلحاح انتسابها لها والتي في الداخل توقن أنها تنتسب إلى بني إسرائيل وأن دماءهم المقدسة تسري فيها وتحمل اسما يهوديا لا يعلمه إلا من يعلمها ولا تدين بالديانة التي تمارس الشخصية الظاهرة شعائرها وقد تمارس سرا شعائر اليهود وتقوصهم وإخفاء الوصول والهوية لتسهيل الحركة والوصول إلى ما يريدونه عبر تغيير الأسماء وديانة والزي والتماهي مع المجتمعات والثقافات سمة عامة في اليهود يسيرون بها عبر التاريخ وتلازمهم في حركتهم بين الشرق والغرب فاليهودي في غرب أوروبا مسيحي اسمه لبيز ويكون منظمة لهدم المسيحية وهو يغلفها في الدفاع عن الكنيسة فإذا عبر المضيقة إلى بلاد الإسلام صار اسمه أبو محمد وكون حركة باطنية يحرف بها عقائد الإسلام وينشر فيه الخرافات فإذا صار من غرب عالم الإسلام إلى شرقه تحول إلى كمال وقاد ثورة شعبية أو انخرط في الجيش ودبر انقلابا عسكريا فإذا عاد إلى الغرب انقلب إلى شميت وأنشأ بنكا وشركة تجارية وهو في كل ما يتغلف به من الأسماء والهويات يوقن في داخله أنه كوهين وتسري في عروقه دماء مقدسة البني إسرائيلية وأن ما يفعله سوف يفضي إلى إعادة الهيكل يوما ما وفي وثائق الجنيزة والجنيزة هي كلمة عبرية تعني الدفينة أو الشيء المدفون والمقصود بها الخزانة التي تحفظ فيها الكتب والوثائق في المعابد اليهودية ووثائق الجنيزة هي التي عثر عليها في معبد بن عزرة في القاهرة وهي نحو مائتي ألف وثيقة وتحوي نسخا من التوراة والعهد القديم بالعبرية ولغات أخرى مختلفة وشروحا لها وكتب للطقوس والصلوات وكذلك وثائق اليهود والطائفة اليهودية مثل وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وعقود البيع والشراء نعود لاستياق وفي وثائق الجنيزة قوائم طويلة اليهود وبجوار الاسم اليهودي لكل منهم اسمه العلني الذي كان يعيش فيه ويعرفه الناس به فمحمد ومصطفى وعبد السلام هم كوهين ومشيه وزئيبي وفاطمة وسعاد وخير النساء هنة راشيل ويهديت وإستر وبين الشخصيتين التي في الخارج والتي في الداخل حواجز ذهنية ونفسية تمنع من أن يتسرب شيء مما في الداخل إلى الخارج أو أن يظهر في سلوك الشخصية التي في الخارج أو على لسانها آثار الشخصية التي في الداخل وبالهوية المستقرة في قرارها المكين داخلهم وفي غلاف الشخصية التي يرتدونها في الظاهر يسعى هؤلاء الأخفياء للصعود في المجتمعات التي يعيشون فيها ويكافحون من أجل تسرب إلى دوائر السلطة وأماكن التأثير فيها واختراق مجالات صناعة الوعي وبث الأفكار وسيطرة على وسائل الترف واللهو ونشرها وتوسيع مساحاتها لتأكل وسائل التربية والتكوين وتحل محلها فإذا تمكنوا من المجتمع وأنشبوا أنيابهم النعمة ومخالبهم غير المرئية في وعيه ونفسه فصلوه عن تاريخه وأزاحوا منه مسألة الألوهية ونسفوا معاييره وموازينه وأذابوا عقائده وشرائعه وحللوا قيمه وأخلاقه وجعلوه على الصورة التي يريدها اليهود لمجتمعات الأغيار ويكون بها وسطا قابلا لانتشار ما يصنعونه في معاملهم من مناهج ونظريات وأفكار ثم للسير به في المجرى اليهودي للتاريخ وفي بعض هؤلاء الأخفياء مزدوجي الهوية تكن الشخصية التي في الداخل كرها عميقا وغلا شديدا تجاه المجتمع الذي تجد فيه لأنه يكبتها ويضطرها إلى كتم ما تعتقده والانزواء خلف الشخصية الغلاف التي في الخارج وما تقوله وما تفعله التي في الخارج نقيد ما تعتقده وتؤمن به وما تريد أن تفعله التي في الداخل واليهودي الخفي من هذا النوع يكون كالبركان الخامل طاقته وحممه مكبوتة بالشخصية التي يتغلف بها ويبدو لمن حوله ساكنا مستكينا وقد يظل هكذا إلى آخر حياته دون أن يشعر أحد بما يفور في داخله فإذا انكشف الغطاء عن البركان وأتيح للشخص الذي في الداخل أن يتحرر بوصوله إلى السلطة أو حيازته للقوة تفجرت طاقته المكبوتة في أعماقه تجاه المجتمع وانطلقت حممه لكي تثأر منه فصار قاسيا عنيفا واستحال سكونه واستكانته سفكا وتدميرا وقصة يوسف عليه السلام في سورته تزيل غفلة المؤمنين عن ظاهرة اليهود الأخفياء وتعرفك بمنابعها التي تفجرت منها وتنهمر مياهها في وعي اليهود وأذهانهم ونفوسهم فالسورة تخبرك أن يوسف عليه السلام دخل مصر غريبا شريدا ثم استقر في قصور حكامها وصعد في هرم سلطتها إلى أن صار على رأسه ثم أخذ أخاه في دين الملك وقد توقفنا وتستدرك محقا فتقول يوسف نبي الله عليه السلام ودين الملك هنا معناها سلطانه وحكمه أو عوائده ونظامه العام لا العقائد ولا الشرائع ثم إن الله أخبرنا أنه هو عز وجل الذي مكن ليوسف في الأرض وبواءه هذه المنزلة وأنه سبحانه الذي كاد ليوسف أو دبر له وأن يوسف ما أخذ أخاه في دين الملك إلا بأمر الله كما قال تعالى كذلك كدنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله بل وقد تقول وأحد تابني إسرائيل هم الأصباط وأبناء نبي الله عقوب وقد أخطأوا ولكنهم تابوا وصفح يوسف نفسه عنهم والله عز وجل يقول في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ونقول لك ليس مقصودنا وما نريد أن نصل إليه كيف تستقبل أنت القصة من القرآن وكيف تفهمها وما هي آثارها في وعيك وتكوينك فما نريد أن نعرفك به هو كيف هي توراه وكيف يستقبلها اليهودي ويفهمها وما تغرسه في ذهنه ونفسه وما ينطبع منها في وعيه وسلوكه فالقرآن كما هو شأنه في كل قصصه أتى بقصة يوسف وإخوته داخل المصار العام لسيرة البشر فيه وموقع الوحي والرسالات والأنبياء منه ومنها وسيرة البشر والأقوام جميعا في القرآن عقائدية أصلا وانحرافا وهداية وضلالا والعقائد والإيمان والطاعة هي ميزان الحكم عليهم والانتساب للأنبياء باتباعهم لا بالانحدار منهم كما قال تعالى في سورة أل عمران ثم إن القرآن أتى بأصل القصة وقد صححها لنا ولبني إسرائيل لكي يكشف بتصحيحها النموذج الذي يستلهمه اليهود من تحريفها فيوسف عليه السلام في القرآن نبي الله والله عز وجل هو الذي مكن له وبواءه منزلته وهو الذي أوحى إليه أن يأخذ أخاه في دين الملك ولأنه بأمره عز وجل فهو خصيصة ليوسف عليه السلام وحده وليس شريعة ولا سنة لمن بعده أما في توراه فسيرة البشر عرقية والأعراق والدماء هي ما يربط أو يفصل بينهم وقداسة بني إسرائيل لسلالتهم وهذه القداسة تسري في دماء نسلهم دون قيد من إيمان ولا شرط من طاعة والإله شيخ بني إسرائيل فهو إلههم وحده ومعرفته مقصورة عليهم ويوسف في التوراه ليس نبي الله بل أحد بني إسرائيل وأب من آبائهم تسري دماؤه المقدسة في أنسابهم وتنتقل في أجيالهم وما فعله صار نموذجا ينفتق وعيهم عليه وتتكون أذهانهم ونفوسهم به ومثال ما يستلهمونه ويحاكونه بعد أن حجبت منه الإرادة الإلهية وأنه وحي اختص يوسف به وأن الله عز وجل هو الذي كاد له وأذن أن يأخذ أخاه في دين الملك ونموذج يوسف التوراتي هو البني إسرائيلي الذي يدخل مملكة عظيمة غريبا ضعيفا فقيرا يبحث عن موطئ له بين أهلها فيتكلم بلسانهم ويتسمى بأسمائهم ويرفع راياتهم وفي نفسه أن دماءه مقدسة وليست منهم ويظهر عقائدهم ويميرس شعائرهم وهو لا يؤمن بشيء منها وفي التوراه أنه اقتباس من سفر التكوين اقتباس ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح وعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن ونزوجه انتهى الاقتباس وفي قاموس الكتاب المقدس الذي وضعه الدكتور جورج بوست وطبع في المطبعة الأمريكية في بيروت أوائل القرن العشرين أن صفنات فعنيح معناه مخلص العصر ولن يخفى عليك وأنت تقرأ الكتاب الذي بين يديك أن هتلر وبعضا من قادة النازية ليسوا سوى صفنات فعنيح ألمانيا ولثقتنا في فطنتك وذكائك نترك لك تحديد من يكون صفنات فعنيح بلاليسستان وكم كان عددهم في تاريخها فإذا سنحت لهذا البني إسرائيلي السوانح تسرب في أنسجة المجتمع حتى يصعد إلى سطحه وسرى في قصور صفواته ومن يحكمونه حتى يصبح منهم إلى أن تقع مقاليد البلاد كلها بين يديه وتصير أمورها جميعا إليه اقتباس آخر من سفر تكوين ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر انتهى الاقتباس فإذا وقعت مقاليد البلاد وأزمتها بين يديه أباحها لبني إسرائيل وجلبهم إليها ووطأ لهم فيها أو قربهم إليها أو قربها إليهم وحمل خيراتها لهم وإن كانوا على عداوة معه أو كادوا له من قبل اقتباس آخر من سفر التكوين أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر انزل إلي فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك أخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم وحملوا أباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جاميع أرض مصر لكم فتنبه أن هذا البني إسرائيلي التورتي يحكم مصر ويتحكم في كل شيء فيها ويركع له أهلها ولا يرفع أحد منهم يده ولا رجله إلا بأمره وهم لا يعرفون عنه إلا غلافة وما تشيعه وسائل الإعلام من أنه مثلهم وواحد منهم وابن مصر البار صفناط فعنيح بينما هو لا ينتسب في قرارة نفسه لهم وذهنه ونفسه مقطوعة الصلة بهم وتتصل ببني إسرائيل وتدبر لهم ويسخر مصر كلها من أجل غايتهم ومصالحهم وهذا هو ما تستقبله أذهان بني إسرائيل واليهود من سيرة يوسف التوراتي وما تفهمه وهو عندهم النموذج الأعلى لنجاح وما يجب أن يصنعه اليهودي فيما يحل فيه من أمم وبلدان فإليك نموذجا آخر نأتيك به لتتيقن أن سيرة يوسف البني إسرائيلي التوراتي والهوية المزدوجة التي يتوافق ظاهرها مع الأمة أو البلد التي يحلون فيها ويكون غلافا للبني إسرائيلية التي في الداخل وتوظيف الأولى من أجل الثانية صارت من أركان البناء الذهني والنفسي والسلوكي لليهود يتوارثونها عبر الأجيال والقرون وينفردون بها بين الأقوام وأصحاب الملل والنموذج الآخر هو مردخاي وإستر في السفر المسمى باسمها وبينهما وبين سيرة يوسف التوراتي إثنى عشر قرنا من الزمان في القرن الخامس قبل الميلاد أمر أحشويريش إمبراطور الفرس الذي تمتد مملكته من الهند إلى كوش وهي النوبة بجمع أجمل الفتيات من كل بلاد مملكته إلى العاصمة شوشا القصر ليدفعنا إلى أيديه جاي خصيه وحارس النساء ليزينهن ويعطرهن حتى ينتقي الملك منهن من تحل محل الملكة وشتي التي غضب عليها وكان في العاصمة شوشا القصر رجل من يهود السبي يدعى مردخاي فلما صدر أمر الملك وشع في العاصمة أخذ مردخاي ابنة عمه رائعة الجمال التي رباها في حجره كابنة له إلى أحسن مكان في بيت النساء من قصر الملك بعد أن زينها وعطرها وابنة عمه هذه كما يقول السفر كان لها اسم عبري سميت به حين ولدت هو هادساه وهي شجرة الأس بالعبرية ولها اسم فارسي تعيش به هو إستر وهو مأخوذ من اسم الربح عشتار البابلية وترك مردخاي ابنة عمه بعد أن أوصاها بوصيته التي التزمتها إستر التزاما كاملا اقتباس من سفر إستر ولم تخبر إستر عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر ورفع أحشويرش إستر على كرسي الملك ووضع على رأسها تاج المملكة وأغرم بها غاراما شديدا دون أن تخبره عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي وكانت إستر تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده انتهى وارتفع في مملكة أحشويرش شأن هامان ابن هامداثا ورقاه الملك حتى جعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه وفي السنة الثانية عشرة الحكم أحشويرش دخل هامان عليه وقال له اقتباس آخر من سفر إستر إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك وسننهم مغايرة لجميع الشعوب وهم لا يعملون سنن الملك فلا يلق بالملك تركهم فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا انتهى وذهب مردخاي إلى باب الملك وأخرجت إليه إستر أحد خصيان الملك فأعطاه مردخاي صورة أمر الملك لتراه إستر ثم أوصاها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه وتطلب منه لأجل شعبها فردت عليه إستر أنه لا أحد يدخل على الملك إلا بدعوة منه ومن يخالف ذلك يقتل وهي لم تدع لتدخل على الملك لثلاثين يوما مضت فقال مردخاي للرسول أن يبلغ إستر أنه اقتباس من سفر إستر لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك انتهى وأعادت إستر وليمة وأغرقت أحشويرش في الخمر ليطلب منها في ثاني أيام الوليمة وهو في بيت الخمر أن تسأله ليعطيها فلم تسأله إلا شيئا واحدا هو نفسها وشعبها اقتباس لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة انتهى فسألها الملك من هو وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه أن يعمل هكذا وها هنا ولأول مرة يعرف الملك أن المرأة التي أجلسها على عرش المملكة وتساكنه قصره وتبيت في مقدعه وبين أحضانه منذ خمس سنوات يهودية وأن مردخاي ابن عمها وأن عدوها وعدو شعبها الذي تطلب من الملك معاقبته هو وزيره هامان وبعد أن أمر أحشويرش بصلب هامان سقطت إستر عند رجلي الملك وبكت وطلبت منه أن يكتب ما يزيل به الكتابة التي أرسلها هامان في كل بلاد المملكة ويأمر فيها بإقاع الشر بشعبها وجنسها فأمر الملك مردخاي وإستر أن اقتباس اكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك واختماه بخاتم الملك لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد انتهى الاقتباس وانطلقت الرسل بالكتب التي كتبها مردخاي وإستر بعد أن بصم عليها الملك إلى الكور المائة وسبع وعشرين التي تتكون منها المملكة وتمتد من الهند إلى كوش أن الملك اقتباس أعطى اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتهم وفي كل بلاد ومدينة كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم انتهى الاقتباس بعد أن استراح اليهود من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين ألفا بعث مردخاي إلى اليهود في جميع كور المملكة أن اجعلوا يومي الرابع عشر والخامس عشر من آذار في كل سنة أيام فرح وشرب وعطايا للفقراء وهذا هو عيد الفوريم الذي ما زال يحتفل به اليهود إلى يوم كهذا وكما يعيد الخطباء والوعاض قصة الهجرة النبوية كل عام في ذكراها ليغرسوا في أذهان المسلمين معانيها وقضاياها وقيامها ولتكون نموذجا يرنو إليه المسلم ويلهمه فيشكل مثله وأخلاقه وكما يجلس المسلم في بيته ليحكي لابنه وابنته في عيد الأضحى قصته يعيد خطباء اليهود ووعاضهم وحخاماتهم ذكر قصة إستر ومردخاي في السفر المقدس ويحكيها اليهودي لابنه وابنته مفتخرا بذكاء آبائه ودهاء أمهاته وما أوقعوه بأعدائهم دون سلاح ولا شوكة ولا خطة سوى إخفاء هويتهم وتسلل إلى ذهن حمار أمي بدرجة إمبراطور وإسراجه لكي يكون مطيتهم إلى ما يريدون فلا يظهر على شاشة غيره ولا يدون في الوثائق إلا ختمه ولا يكتب في المراجع المعتمدة سوى اسمه وفي كل مدينة ينزل فيها اليهود وفي كل عاصمة في شوشن القصر في واشنطن القصر في لندن القصر في باريس القصر وفي بلاليسستان القصر ستجد مردخاي يستوطن أذهان نخبتها وساستها وقد جهز لأحضان الجالس على عرشها غانية غلافها إستر وحقيقتها هدسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر